اهلا بكم في فيديو جديد ومعاكم نوها من شركة ايفن والنهاردة معدنا مع فيديو جديد وهو فيديو دايما انا بجمع لكم كده كل فترة الحاجات اللي خلاصتها ورأيي فيها ايه وهل هقرارها تاني ولا لا قبل ان تضيء الفيديو بتاعنا متنسوش اللايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا تعالوا نشوف ايه الحاجات اللي خلصتها وهل هقرارها تاني ولا لا معنا مجموعة متنوعة من المنتجات بتاعت ايفن وكمان اوريفليم هنتكلم عنهم بشكل سريع جدا عشان الفيديو يبقى قصير وكمان تاخدوا المعلومة بشكل سريع ومفيد هنتكلم اول حاجة عن البودي لوشن اللي بروايح البرفنات اللي من اوريفليم وهو بيكون حجمه متين وخمسين ميلي وانا جربت منه بوسز وجربت منه اا امبر الاكسر وكمان جربت منه جورداني اا جولد وكان فيه اصدار زمان اا من اا ملك اندهاني برضو لقيت العلبة بتاعته لان انا بالنسبالي البودي لوشن ده علبة يعني انا اكتر حاجة بتاعي جيبني في البودي كريم دوت انا قلت بودي لوشن لانا حسي لوشن مش حسي كريم اا هو البترامونات بتاعته تحفة وشيك وقيمة جدا اما عن المنتج اا اولا المنتج مش بيدل على ريحة البرفان بشكل قوي يعني بوسز او كان نفس ريحة البرفان انا اصلا ما بحبش ريحة البرفان بتاع بوسز بحب بوسز زي سيكريت اكتر وهنتكلم والله 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 عن كل البرفانات اا بتاعت ارفلام فيه القريب العجل باذن الله ما بحبش ريحته ولكن انا ساعة ما كنت طالبة البرفان كان العرض البرفان ومعي البودي كريم فجبته عشان اا العرض بصراحة كنت برطب برجلي يعني انتو شايفين الحاجات دي اصلا كلها انا مخلصها من فترة طويلة بس انا اا وانا بروأ كده حاجاتي لقيتهم لقيت ان انا محطف الظبيهم فقلت اا اكلمكو اا عنهم وعندي كمان اتنين لسه جداد مقفولين بتوع برفان ديفاين في ديفاين الزرقة وديفاين اللونها احمر فعندي الاتنين بتوحهم فهبردو هبقى افتحهم وعملوكو بقى اجربهم على ارض الوقع لان الدول كلهم خلصانين من فترة طويلة جدا الامبر الكسر البرفان بتاعه ريحته تحفة جدا ولكن البودي كريم ما كانش نفس ريحة البرفان يعني اللي بيجيب البودي كريم عشان يشم ريحة البرفان لا هو بيظلم ريحة البرفان جدا بالاضافة ان هو ملمسه لازج يعني البشرة ما بتمتصوش بسهولة ما كنتش بحبه ابدا على ايدي ما كنتش حيب ارطب بي ايدي ابدا كنت ارطب بي يا جسم يا رجلي لكن ايدي ما كنتش حيب ارطب بي ايدي لان هو كان بيفضل حبة عبال ما الجلد بيتشربه افضله مريحة هو كان جورداني جولد السنزة طبعا هي البرفانة نفسها اصلا حكاية ورواية فكان برضو البادي لوشن او البادي كريم عذروني ان انا اقول عليه لوشن ان هو ملمسه عامل زي اللوشن خالص مش كريم يعني مش ترتيبه قوي ولا عالي زي ترتيب الكريم فكنت حاسها لوشن قوي في نفسه يعني فبردو كان ريحته مش قوية زي ريحة البرفان يعني مش زهرة زي ريحة البرفان فانا بشوف ان البادي كريم اللي هو بريحة البرفان في اورفلام بيزلم ريحة البرفان ودي الحاجات اللي انا جربتها وبردو من المنتجات بقى الروع جدا 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 من هنا لغاية اخر العمر وهو الهير اويل اللي هو بالكوكونات ده صنعها هنديا علما اتذكر ان هو ميد ان انديا البتاع ده هو تقدي كف ويغلب مية والف اختراع اختراع استخدامه ازاي بقى كنا بنعمل بيه حمام زيت اعمل حمام زيت اللي هي او اللي بنتي قبل الشاور ممكن قبل الشاور بساعة بثلاث ساعات ممكن اعمل لها حمام الزيت مثلا بالليل والصبح هتكون هتاخد الشاور يعني اطول فترة ممكنة ممكن تقعديه على الشعر عشان يستفيد منه طبعا على الشعر فقط وليس الجذور يعني عشان خطر ايه ما نحطوش على الجذور تزيت وتعمل قشرة وحاجات احنا في غناء عنها لا الشعر فقط جاب نتيجة روعة مع شعر بنتي شعر بنتي كان يعني كل ما تتخيلوه ان انا اعمله لها عملته لها يعني دايما مامتي بتقولي انت فلوسك رايح على شعر بنتك من كتر ما انا اي منتج يخص شعرها عشان الهيشان وكده اجيبه ولا الهواء ولا الدماء اللي جاب معها من الاخر هو ده والنعمة بقى مش هقولوكو ريحة لان احنا كده كده بنخسل شعرنا اه بالشامبو عشان خاطر اصار الزيت والتزيتة اللي في الشعر دي ما تبقاش موجودة فالشامبو بقى بينظفه ولكن بيفضل اصره موجود اصره بقى ان انت شعرك بيبقى فيه لمعين فيه خطيب اه مفيش بقى هيشان فانا بصراحة باستخسره في نفسي وباستخدمه لها انا برضو استخدمته مرة على شعري برضو كان الافكت بتاعه لطيف جدا بس انا بصراحة باستخدمه اه لبنتي اكتر ما باستخدمه لي اموي ما يغرقش ان هو حجمه ميت ميلي بيقعد كتير يعني بيقعد كتير جدا بالاضافة ان هو كمان الجوز الهند الاصلي زيت جوز الهند الاصلي تعرفين منين في الشتب يتجمد في ناس بتروح مفضية العبوة دي في بطرمان وبتستخدمها استخدمات تانية خالص في ناس بتزيل بيه الميكياش في ناس بترتب بيه جسمها في الشتة لانه هو في الشتة بيبقى متماسك بيبقى عامل زي الزبدة لكن في الصيف طبعا بيبقى من الحرارة بيبقى ما بتبقيش محتاجة ان انت اه تفكي لكن في الشتة لو انت حابة ان انت تعملي بيه همام زيت لازم تحطيه كده في حب ما يدفي عشان يفك وتقدري تستخدمي الحاجات برضو الرائعة جدا اللي هي حاليا شكلها تغير وهو الكنديشنر بتاع الارجان دلوقتي بقى بالارجان ويه اه جوز الهند وده من الحاجات التحفة جدا اللي بتنعم شعري جدا انا عاشقة لالكنديشنر بتاع ادفانس التكنيكس وكمان اللي بالايبن كير اللي بالجوز الهند الاتنين دول روعة 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 ادفانس التكنيكس كل انواع الكنديشنر ممتازة بصراحة بس يجي في المركز الاول بتاع اه جوز الهند والارجان ممتاز جدا ونرجع تاني الارفلام كان عنتي الشاور جيل بتاع البرفان اللي هو من العيلة بتاعت في الجود برضو كنت جايبها عرض كده مع البرفانة البرفانة روعة جدا وفيها انوسة لكن انا لما استخدمت الشاور جيل حسيت ان هو فيه حتة رجيلي كده يعني ريحته اه ريحته فيها حتة توابل انا ما شمتهاش بصراحة في البرفان نفسه هنا البلاك بيبر ان هو فيه فلفل اسود انا الريحة دي مسلا متهاش في البرفان نفسه بشكل قوي ولكن هنا ريحته تابلية وده اللي ادي له طبعا هو يمشي رجالي اكتر ما هو حريمي ده مش هكرره تاني طبعا ويعني برضو اه جالي كده اللي هو تشويش يعني ريحت البرفان حلوة لكن ريحة الشاور مش نفس ريحة البرفان من الحاجات الروعة جدا وهو التونر بتاع اه ايفون كير اللي بمية الورد وطبعا نزل معينا منه الشكل الجديد وانا عندي من الشكل القديم ده بنات الاتنين ما يختلفوش عن بعض كتير هو اختلاف هي هي نفس مية الورد وهي هي نفس استخداماتها وهو تونر قابض للمسام وملطف للبشرة وليه مميزات كتير بقى يعني ممكن نعد من هنا لحد بكرة انا عاملة عنه ريفيو لوحده منفصل كتبه كل استخداماته وكل مميزاته في ناس بتحطه كمان اه في البف بخاخ وبترشه اه بعد اه المكياج او قبل المكياج لا ليه استخدامات كتير قوي فاروح وتفرجوا على ريفيو تاو دي من الحاجات اللي انا مش هبطلها ابدا 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 وانا اصلا كنت بما بحيب شريحة مية الورد ولكن دلوقتي بقيت بتقبلة عادي من كتر الفوائد بتاعتها اه من الحاجات بقى برضو الرائع بقى دي اللي انا نخلصة منها الاف وملايين يعني اه يعني دي بقى اللي هو انتو زهقته من كتر ما انا بتكلم عنها وهو سبري فاك التشايبوك اللي بالمانجو من ايفو ناترال كيدز وهو حجمه 200 ميلي لو بسطيته دلوقتي عنديها التسريحة في واحدة مفتوحة وفي عندي مثلا اه شايلة اه اتنين تلاتة كده احتياطي بخاف ان هو يختفي من الكاتالوج مرة واحدة فعلى طول عندي منه مفتوح وعندي منه اه متخزن فيعني رائع جدا وطبعا اللي محتاجه هو متوفر عندي على الجروب بتاعي ولينك الجروب في اول تعليق مسبت وكمان في سندوق الوصف واسمه هنزلكم هنا على الاسكرين نظف التعزيل رائع جدا بس انا كان عندي من زمان وما صدقته خلاص لان انا عندي منتجات كتير بتنظف البشرة اه من ايفون بقى خلاص خلاص من بعد ايفون ما بيناش محتاجين لاي مركب تانية ولكن اه ده ما ينكشن هو رائع يعني البلاد اللي ما فيهاش اه ايفون تقدر تطلبه ممتاز جدا للبشرة والجسن طبعا من الحاجات اللي انا بحبها قوي وهو البادي مست اللي كان نازل مؤخرا من ايفون بروايح البرفانات طبعا بموت في ريحة ريحة فكهية صيفية جميلة والله يتنفع كمان اه شتوية رائعة 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 ولما خلصت انا جبت منها تاني اه لنفسي دي من الحاجات اللي مش ممكن هبطل استخدمها سواء تشيرش سواء بور بلانكا بريسيف اه اتراكشن سنسيشن كلهم ريحتهم رائعين اللي يمكن اللي انا ما بماشي ليها او يسلبروا ولكن مش عشان ريحتها وحشة عشان هي هادية وانا بحب الحاجات المفوح ايه بحبها بقى مفحفح حلوة مفوحة ومفحفح قافية اه عندي انا برضو الكريم بتاع ايفون كير اللي هو سيليكون جلاف وده برضو عزيز كده من بيصارش معانا اه في الكتالوج دايما وهو رائع 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 يعني انا كنت بحطه واخش اه اه اخس الموعين لو ما فيش الجلافز المتاحة هو اصلا بيشكل الجلافز على الادين بيشكل طبقة عزلة على الادين بيحميها من اي مؤثرات بيحفظ على ايديكي ورحته كمان لطيفة من الحاجات اللي فعلت عندنا في ايفون بالي اضافة ان هو يعني حماية المدة اه طويلة فده كان صديق الصدوق لفترة اه معينة ولكن انا دلوقتي عندي انواع تانية لو ما كانتش متوفرة الانواع التانية دي برضو من ايفون كيرا انا ماستغناش عن ايفون كيرا بعشة اللي بالموز بس الاسف بطل ينزل اه بعشة اللي بالكوكو بطر اللي بجوز الهند اللي باللوز والجلسرين اللي بالرومان ده حكاية ورواية ده بقى بس دوت لو انا مش عندي متوفر منتجات تانية اكيد كنت قررته ولما الحاجات اللي عندي تخلص اكيد اه هكرره من الحاجات اللي انا بجيبها اه او كانت عندي قبل ما برضو اه اجيب الحاجات من ايفون وهو الاسبري اللي بريحة البرشيوم وهو اسمه اه بونجور باريس كات ريحته روعة قوي يعني كات ريحته روعة 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 فاللي حبب ان هو يجيبه يجيبه ريحته تحفة 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 اه واكيد هكرره يعني انا الحاجات اللي انا بحب ريحتها لازم اه اكررها اه دوت بقى مخلصة منه اربعة خمسة يعني كتير ده مخلصة منه كتير وبعد كده كل اللي في البيت عندي بيحبه اه بنتي بتحبه اخويا نفسه بيطلبه يعني اخويا بيقولي انا عايز بتاع جوز الهند يعني يعني ودي اصلا بالنسباني فلتة من فلتات الزمن يعني ان هو في حاجات اعجبه يطلبها بالاخص هو كان مرة عندنا واستخدمه وواف الشاور ومن ساعته هو عجبه بيناعم الشعر وجميل وريحته حلوة فدايما يطلبه مني مامتي بتحبه كل اللي يستخدمه اه بيحبه بصراحة وهو يستهل الحب ده كله بيناعم الشعر جدا اه بيخلي ريحته حلوة جدا رهيب رهيب بيخلي شعر حرير حرفيا اه من الحاجات برضو اللي خلصتها وهو الكريم بتاع ايفون كير اللي هو الايفون تون انا بصراحة ما كنتش حابة ريحته قوي يعني ما كنتش حابة ريحته اه يعني كات ريحته نفازة الريحة اللي هي ممكن تدايقني وانا بحط الكريم على بشريتي ريحته مش وحشة بس بالنسبلي كات ريحة نفازة بالاضافة ان الحبايبات اللي كات بتلمع في دي كانتش برضو بصطاني خالص يعني في كريم النهار كانت تمام اوكي ماشي حالها لكن في كريم الليل لأ كانت بالنسبة لي حاجة مش مقبولة يعني فما اعتقدش ان انا هكرره في حاجات كتير قوي من ايفون كير اه لطيفة اه غير الايفون تون الايفون تون بقى اللي هو بتاع الايد وبتاع الجسم رائع وريحته مختلفة ريحته برطقان مسكرة لكن ده ما كانش ريحته نفس الريحة بتاعة البادي لوشن اللي هو 750 ميلي وكريم الايد اه طبعا من الهاند ووش خلصنا اللي هو ده من الروايح المنعيشة الرائعة ده نزل منه دلوقتي اصدارات اه جديدة بشكل مختلف والريحة متقربة الكريم بتاع انيو هايدرافيدا دي بصوا انا منضفة العبوة محتفظة بيها من جمالها وشياكتها وتقولها الكريم دوت يعني فوق الروع بحبتين يعني اللي ما استخدموهش لسه ومجربوهش لسه فايتو كتير ينفعل كل انواع البشرة رائع 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 وطبعا اه على حس الترتيب عندنا الهيلورونيك اصد طبعا دي من العبوات القديمة ولكن انا كان لسه بتاعها اه سيري فا باستخدمها الهيلورونيك اصد ده انا اتكلمت عنه كتير برضو ده صديق الصدوق ده لازم كل يوم بالليل قبل ما نيم قبل كريم الترتيب اه بتاعي الهاندجل ده بقى انا مخلصة منه كتير كتير العدد في اللمون ده طول على طول على التسريح عندي اه وعندي منه كمية كبيرة للي عايز برضو متاحة على الجروب بتاعي المانجو باي انا اتخميت فيه خمة انا اول ما جبته وشميته من العبوه من بارك اترحته مانجا ولطيفة وجميلة لما جيت استخدمه بقى في الشاور ريحة المانجا البزرة بتاعت المانجا وورق المانجا مش المانجا نفسها بقى المذكرة لأ ريحة المانجا شجرة المانجا نفسها يعني ريحة اخشاب المانجا ريحة ورق شجر المانجا فما حبتهوش وما كانش تجربة لطيفة ومش هكرره تاني ابدا حتى برضو اللاين الجديد منه في نفس الريحة وما غيره العبوات ولكن نفس الريحة على النقيد بقى اللي بي الكوكو ملك والرسبريا خرابي على جميله حتة التوتاية على جزء هندية بتستحمى بتاخد شاور حاجة كده تحفى الناس اللي بتحب الحاجات الشجري زي كده ما تفوتهوش لازم تجربه لازم تجرب الاختراع ده سواء هو او اللونه ازرق اللي هو بالكورنفلاور يا خرابي ريحته نظافة وجمال يا خرابي يا خرابي الاتنين دول انا عندي منهم بقى كتير ايه دول بقى انا جايبة ليا وللزمن يعني ما قدرش اعيش من غيرهم ليه خلاص ده اطلع ده ايه خلاص ده ببدل اللي هو ايه بدلع بين الرواح الجميلة كده فده برضو حاجة تحفى نيجي بقى لوحش النظافة النظارة الترتيب التنظيف العميق السكراب بتاع انيو اللي هو وورمينج بيلينج اكسفوت يا خرابي يا خرابي اولا هو سكراب حراري بيخلي البشرة تسخن يفتح مسامك ينظف المسام بعمق الحبيبات بتاعت السكراب بتاعته قوية عبال ما هتخلاصي السكراب المادة بتاعته كريمية بيسيب البشرة مترطبة بيعمل كل حاجة نظف بعمق ورطب وعمل كل اللي مطلوب منه وزيادة بصراحة وبرغم انه هو حجمه 75 ميلي الى انه بيقعد كتير جدا 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 حبة منه قد نص عقلة الصبع بتسوي الهويل بصراحة فانا بالنسبي ده مقدرش استغنى عنه وبرضو متاح عندي على الجروب ومتاح ليا قطع انا كده شايلها على جنب ليا روعة نيجي بقى للادرة الادرة اللي مفيش ديش في جمالها اتنين وهي اللي بتاعت البري دي يعني مالهاش حل بصوا انا واكلها حتى اخر قطرة انا مطلعة البيئي ده يعني كده يعني عندي اداة كده بستخدمها بطلع بيها البيئي من كتر ماء الله الله بصوا خلص ورحته لسه فيه بصوا اكبر دليل على الحب بصوا انا يعني مش عارفة مش هقول لكم ده مش اكلها ده انا مموتها فرائعة هتقولوا لي ايه الفيفوريت بتاك هقول لكم الكندي كورن بعد كده البري بعد كده الستروبيري والشوجر كوكي الاتنين قريبين من بعض بالنسبة لي لكن اكتر اتنين بحبهم البري والكندي كورن هتلاقوني دايما في فتحة الكاروتين بيبقى التركيز عليهم لان انا بحبهم وبخلص منهم كتير من الحاجات برضو اللي خلصتها والاسف هي بطلت تنزل وهو البودي سبري بتاع ايف اللورينج البورفانة دي ملاش حل لما عتقتها عندي يخرب بيت جملها ويخرب بيت شياكتها وحتى شكل اززا فخم بصراحة رائعة وانا مشايلاني منها وحدتين على جم ولكن مفيش مانع ان اللي عايزها يطلبها برضو من عندي منها الجروب مش هتلاقوها عند حد غير عندي رائعة بصراحة البرفانة دي ومعرفش ايه بطلت تنزل يعني برفانة رائعة سواء هي او ايف كونفدنس اللي اتنين بقوا مقلين او ايف الظهور عندنا الكريم بتاع العين زي ما انتو شايفين يعني حالته اتدهورت اللي هو الكريم ده ممتاز ممتاز خصوصا لو هتحطي كونسيلر لازم تستخدميه هيفرق معاكي جدا في مظر العين وانتي خارجها قبل الترتيب الصبح حطيه قبل ترتيب الوجه بالليل برضو يعني كريم العين بيبقى الخطوة اللي تسبق الترتيب الوش يرتابي عينك وبحكي رتابي وشك بكريم الترتيب الخاص بيه رائع وهو كان قسمين كان قسم خاص بي الجزء اللي تحت العين وجزء خاص جلي كده فيه فيتامين سي خاص بالمنطقة اللي فوق العين عشان يشد الجفن لان احنا طبعا مع تطور الزمن الجفننا بيسقط لتحت فده بيشد الجفن الفوق كده عشان يفضل الجفنك مشدود وحجبك كده مرفوع اللي فوق فده من الكريمات اللي انا بالفعل مكرراها وفتحة واحد عندي دلوقتي تعالوا بقى نكمل حاجات كده بسيطة بشكل سريع وتكملة للمنتجات اللي خلصناها طبعا الباب الباز اللي بالفراولة والزبادي روعة 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 ريحة ترتيب جميل 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 بتومي في بحر الفراولة صيف تستخدميه شدة تستخدميه رائع وهو نزل معينا في نوفمبر بس الحجم الخمسمائة ملي يا رب تلحقوه كمان نزل البادي باتر بتاعه والغسول بتاع الايد رائع كل اصداراته رائعة في برضو الينكانتو ده يا خرابي عرائسي قوي عرائسي قوي ريحته تحفة قوي الجمال كله وريحة الانانيز مع خشب السندل يا الله بجد ريحته تحفة واي عروسة ما تفوتهش كان عندي البادي مستو خلص وكمان كان عندي البادي لوشن بتاعه وخلص كان اخر حاجة عندي هو الشاور جيل وخلصته لو نزلت المجموعة تاني اكيد هجيبها واكيد هجيب اكتر من قطعة وكان بتطلب عندي على طول على الجروب ولكن هو حاليا نفس ولكن اوعيك ان هو اول ما يتوفر هجيبه برضو هو برضو ريحته تحفة تحفة ده بقى منعش بقى كده ده صايفي وترطيبه حلو جدا وخفيف جدا على البشرة والبشرة بتتشربه بسهولة غير الروعة زي ما انتو شايفين يعني حاجة تحسوها كده رائع برضو كل مجموعات ان كانتو طحفة بس انا بحب الروز اكتر حاجة دول بقى من الشاورات الجديدة والشاورات دي بصراحة انا ما عجبتنيش واستخدمتها بصراحة هند جيل يعني انا فضيتها في البامبل اللي زي دي كده واستخدمتها هند سوب انه غسلنا بيها ادينا البرتقان ده ريحته منعيشة قوي مش ريحة تاخدي بيها شاور ريحة ممكن كبيرة هتنظفي ايديك بعد اكلة سمك ده بالنسبة لي كان ريحته لكن انا اخد بيها شاور لا ما عجبنيش و ريحة الياسمين ما كانتش واضحة قوي ولا طغية فيه و ده برضو ريحته زهرية قوي برضو ما عجبنيش قوي في الشاور انا بحب الحاجات اللي اخرج تبقى ريحتها مفحفحة بالاضافة ان هما ريحتهم مش بتقعد في الايد يعني مش بتقعد على الجسم ولا بتقعد في الايد لان انا استخدمته كغسول لايدي لا ريحتهم مش ريحة المفحفحة دي اللي هي تقعد فترة طويلة ولا تخرجي كده من الشاور مفحفحة فسواء ده او ده انا كنت جايبهم عشان هما انواع جديدة نزلت معنا وروائحها اه مختلفة فكنت جايبهم عشان اجربهم ولكن انا ما نصحش حد يجيبهم وزي زي ما انتم شايفين ده اهو عشان هبهو الاولين عشان بقولكم ان انا عم خلصة منه كتير بس عشان تصدقوني فضيناهم فضينا خالص وغفاف من حبي فيه بتاع ايه دول اللي موجودين لكن فيه تلاتة اربعة خمسة ترامو غير دول وحيتكرر طبعا اللي شاف فتح الكاراتين عارف ان انا اشتريت منه في حاملها عشرة يجي تلاتة اربعة خمسة حاجة كده ولو خلصه هجيب تانيه في حاملها احداشر برضو نازل عليها عرض حلو جدا بخصوص من الحاجات الروعة جدا اللي انا بستخدمها لبنوتي رغم ان انا بنوتي كبيرة يعني مش سنها صغيرة هي معمولة للسن تلات سنين فيه ما فوق هي المجموعة بتاعة وطبعا المجموعة دي بتتميز ان هي يعني حتى لو أو جي على العين ما بيسببش دموع الامر دوت بالتفاح وهو بالتفاح الاخضر مش بالتفاح الاحمر هم رسمين تفاحية حمرة ولكن هو ريح تفاح اخضر ريحته جميلة بينضف الشعر جدا يعني بينضف الشعر جدا وحبه منه صغيرين قد كده بيراغوا بينضفوا الشعر رهيب هو حاجة 250 ملي ولكن بيعود كتير بيعود كتير حرفيا وانا طبعا جايبة منه البنتي تانية اني بنتي بتحبه قوي قوي من الحاجات بقى اللي لقيتها كده عندي خلصانا وكنت محتفظة بالعبوة بتاعتها وهو كريم من أورفلام كان اسمه سباركلين كليكشن الكريم ده كان حلو جدا ريحته كانت برتقان مسكرة وكان في حبيبات جليتر طحفة انا بحب اي حاجة فيها برو برو كان جميل مراش لبسة راه هورفلام بطلت تنزله بس كان من الحاجات الرواع جدا وبقاله فترة طويلة اول ده كان عندي قديم جدا الكريم ده سواء الكريم ده او الكريم ده لكن الكريم ده لو ظهر تاني في الكتالوج انا منصحش به ابدا كان تقيل بشكل بشع وكان ريحته وحشة قوي قوي يعني انا جربت من المجموعة بتاعت ميلكة عندهاني السكراب بتاع الجسم كان ريحته حلوة لكن ده كان ريحته بشع لانه هو كمان كان فيه ريحة اوركيد او كان فيه ريحة اوركيد فالاتنين مع بعض كانوا دونت ماكس بصراحة ده من الحاجات اللي محبتهاش خالص اين انا حرفيا دلقته ما انا استخدمته مرة اتنين قلت لأ انا اللي يخصبني ان انا استخدم حاجة ريحتها مش على هواية يعني ريحتها ما اجيبنيش فتخلصت منه وبرضو كان فيه كريم كده بحاجة شبه الماكاديميا مش فاكرا انا كنت تكلمتكم عنه قبل كده برضو كانت ريحته بشعة برضو تخلصت منه لان اي حاجة ريحتها انت بتستخدمها مش منتقبلها ممكن جسمك يجيله تحسس منها يجيلك حساسية يجيلك ارتكارية منها فيعني ايه احنا بنشتري الحاجات دي عشان نهتم ببشرتنا ندلع بشرتنا مش نقزي بشرتنا وطبعا اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية دي كانت الحاجات اللي انا خلصتها بشكل سريع قلتلكو ايه الحاجات اللي انا هكررها وايه الحاجات اللي انا مش هكررها وبرضو من الحاجات اللي يعتبر قربت تخلص وهي عندي يبقالها فترة وهو الشامبو بتاع القشرة بتاع اللي هو ضد القشرة والشامبو ده فوق الممتاز برضو وحبتين من تاني او تالت استخدام لي بتلاقي القشرة اختفت تماما وده طبعا الاصدار القديم يا بنات هو دلوقتي بينزل اصدار جديد ولكن الاصدار دوت انا من اخر مرة نزل عليها عرض كان نزل عليها عرض حلو جدا وجبته وهو لسه الاكسبوانين ديت بتاعه سري ولكن هو خلاص قرب يخلص وانا ما بحبش العبوة دي ولا كنتش بحب شكلها ولا الطريقة بتاعت الفتح بتاعتها وانا بالفعل كنت بفضي منه في العبوة اللي هي بتاعت المتين وخمسين ميلي وهي دي اللي موجودة عندي في الحمام لكن العبوة الكبيرة دي انا ما كنتش بحبها عشان كده هما في الوقت الحالي غيروا شكل العبوة وغيروا طريقة الفتح والقفل بتاعتها طبعا ايفون دايما بتطور من نفسها ودايما بتطور على الاحسن سواء في جودة المنتج او في الباكتجينج فبصراحة انصحكم ان انتوا تجربوه كده كده اصلا انا بقرره دايما بس لما يخلص لعندي اكيد هجيب منه تاني طبعا اللي محتاج اي حاجة من المنتجات اللي هي متاحة عندي على الجروب اللي انا قلتلكم ان هي متوفرة يقدر يخش يطلبها من عندي منها على الجروب واللي حابب ان هو يعمل معنا العضوية في ايفون ويشتري المنتجات دي وياخد عليها خصن ويستفيد من العروض الداخلية بتاعت الاعضاء ويستفيد من اقل سهر شحنة على مستوى جمهورية مصر العربية ويه كمان احيانا بيكون الشحن مجانا بدون اي رسوم يقدر برضو يكلمني على الرقم الموجود اعلى الشاشة على الواتساب عشان نعمل العضوية سوا ويستفيد من كل المميزات دي اتمنى يكون الفيديو افادكو ولو بمعلومة واحدة حتى اي حد اجرب اي حاجة من المنتجات دي قول لي رأيه في التعليقات تحت سواء حلوة او بحشة حتى لو كان رأيه مخلف لرأيي اختلاف الرأي لا يفسد للود القضية ولو لا اختلاف الاسواق لبارة السلع ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب واشوفكم في فيديوهات حلوة كتير وفيديوهات احلى على خير باي باي اشتركوا في القناة